بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا احبابي الى chapter 5 questions question 1 عندك write the following reaction equation اكتب معادلات التفاعلات الاتية اهنا لاحظو نوش منطيك اسم المواد الكيميائية ويريد منك طبعا الفورميلا والناتج الفورميلا مالته يعني عوش اجقايلك ماجنيسيوم عن سيليكون دايوكسايد ماجنيسيوم شنو رمزه ماجي سيليكون دايوكسايد شنو رمزه اس اي او تو خلي نساوي المعادلات الكيميائية نشتغلها together اول شي عندك ماجنيسيوم ماجنيسيوم اذا ام جي زائد عندك السيليكون دايوكسايد سيليكون دايوكسايد هو نفس السيليكا اللي هو سيليكون واكسيجين وداي يعني اثنين اكسيجين اوكي اللي هو اس اي اس اي او تو اوكي الناتج الناتج راح يكون الام جي راح ياخذ الاكسيجين ام جي او ام جي او اوكي ويبقى السيليكون واحدة اذا زائدا اس اي اوكي زائدا اس اي نجي على ماجنيسيوم عندك اثنين ماجنيسيوم فهنا تضرب اثنين حتى تتوازن المعادلة وعندك اهنان سيليكون واحدة وهنا سيليكون واحدة اذا اوكي توازنت المعادلة نجي لكوشن الثانية اه ماجنيسيوم سيليسيد ماجنيسيوم ماجنيسيوم سيليسيد اذا تتذكر ماجنيسيوم سيليسيد من سيليكون اوكي يقول لك هو يامن وهي هيدروكلوريك اسيد هيدروكلوريك اسيد يعني HCL هيا المعادلة سابقا تذكرون ومجتا تقول لكم جماعة اليوم ماجنيسيوم يحبون الكلور ومجدكم هدا المجموعة الثانية موجب اثنين سالب واحد فهذا هياخد الاثنين اوكي اللي بقي عندي شنو اللي بقي عندي سيليكون وهيدروجين ينطيني SI بما انو مجموعة رابعة اذا ال H رح يصير جيد العدد SI H4 اوكي بالنسبة للموازنة ماتك هنا تنتبه علي عندك ماجنيسيوم اثنين هنا ماجنيسيومة واحدة فهنا تضرب باثنين اوكي الكلورات اجقصران هنا اثنين وهنا اثنين اثنين في اثنين اربعة فالكلور هنه هينضرب باربعة اوكي هيدروجين اجقصر هسه الهايدروجين صار اهنان ايضا عندك اربعة وهنان اربعة اوكي عندك بعد معادلة اخرى اللي هي سيليكون دايوكسايد 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 يعني اثنين اوكسجين اثنين اوكسجين اوكسجين سيليكون دايوكسايد بقى عندك كاربون مع اوكسجين يطلع CO تمام؟ هنا عندك اثنين اوكسجينات and here just one فتضرب هنا باثنين حتى يصير الاوكسجين اثنين الكاربون صار two اذا هنا ايضا two والسليكون one one يعني ما عندي مشكلة هاي الطريقة انه ده ينطيك اسم ويريد منك التفاعلات كاملة ينطيك اسماء انت تتحولها الى صياخ كيميائية ونتنطي طبعا شنو نعتجوا اياها هاي بالنسبة للسؤال الاول نجي لسؤال الثاني write electron configuration of elements and ion اهنا شي يقول لك انطيني electron configuration للاتام الاتام طبعا كيميائية اتم يعني ما بيها شوحنة لا موجبة ولا سالبة ion يعني بيها شوحنة سواء موجبة او سالبة يريد من عندك الاليكترون configuration نجي الى السيليكون اذا كانت اتم طبعا الاتام كنبر مرتك 14 فش راح يكون هسا الناتج 1s2 2s2 2b6 3s2 3b جيل عندك اذا تذكر الترسيب الاليكتروني عندك اهنا 2 و 2 و 4 و 16 و 2 و 12 جيل بعد عن الاربعتاش اذا 3b2 اوكي هاي بالنسبة اذا كانت سيليكون اربعتاش سيليكون اه اربعتاش طبعا هو الرقم الجول يفقد يكتسب الرقم الجول ما يتغير اذا تغير تغير العنصر السيليكون موجبة اربعة موجبة اربعة بمعنى شنو بمعنى فاقد اربعة الكتروني اذا ترسيب الاليكتروني اذا ترسيب الاليكتروني هنا استعمالات السيليكون موجودة عندك بيج ثمانية و تسعة موجودة عندك بالملزمة اشرح مع كتابة كيف نحضر السيليكون كيف نحضر السيليكون ومعنى طبعا ذكر المعادلة الكيميائية موجودة عندك عندك طريقة معادلة باللاب وعندك طريقة معادلة بالاندستري موجودة ايضا في صفحة ستة و سبعة نجي الى كوششن فايف اوكي complete the following there is two types هناك نوعان of سيليكون دايوكسايد من ثاني اوكسيد السيليكون اللي هو السيليكا in nature اوكي طبعا هذا السؤال المهم كلش مهم هذا السؤال اوكي فرست وان بيور اول سيليكون دايوكسايد بيور نقي اللي شنو مثل منه بوقتها كنت لكم معنى من شرحتها كنت لكم فراغات فانتبونا وجايف فراغات بيور مثل منه مثل كوارتز and فلينس اوكي كوارتز and فلينس and non pure غير نقي تايب such as فراغ طبعا sand and clay اوكي such as sand and clay هاي وقتها كنت لكم تريجيكم فراغات فانتبو عاليا نيجي الى النقطة الثانية it can be prepared يمكن تحضير فراغ from extreme heating heating silica من التسخين الشديد للسيليك with metal carbonate or metal oxide منو قلت لكم بوقت اذا سخن تسخين شديد للسيليك مع كاربونات الفلز او او اوكسيد الفلز شنو اللي ينتج لي اذا تتذكرون كان بوقت ينتج لي السيليك اوكي تنتج السيليك نمبر ثري عندك the elements of the fourth group المجموعة الرابعة اوكسدايشن اوكسدايشن سوري طبعا اذا تتذكر انه كان اكثر رقم مشهور بجروب 4 هو رقم موجب 4 وعدنا هميا انا قلت لكم اذا تكون اواصر ايونية لثلاث عناصر الاخيرة اذا تكون مركبات ايونية فتنطي تأكسد موجب 2 اذا اكثر 2 عداد تأكسد معروفة بهذا الگروب هو موجب اربعة وموجب اثنين اوكي زين حالة التأكسد فراغ is more stable in كاربون and سيليكون ايضا اذا تتذكر حالة التأكسد المعروفة بالكاربون وسيليكون هي اربعة اللي يجب نسميها حالة التأكسد الرباعية تترا اوكسدايشن كيس موجب اربعة تترا اوكسدايشن كيس موجب اربعة هاي حالة التأكسد الرباعية المستقرة فور كاربون and سيليكون اوكي نمبر فايف السيليكون reacts when it's heated to 950 سيليزي with اوكسجين اوكي to aerated air or aerated air هنا aerated air بمعنى نفس الاتموسفير اوكي يعني الهواء air الهواء الجوي to give اذا سخناها تنطي السيليكون السيليكون اذا سخناها بدرجة حرارة 950 مع الاوكسجين طبعا سيليكون اوكسجين s i with o ينطي شنو السيليكون اللي هو s i o 2 s i o 2 لاحظ اوكي هاي بالنسبة الى الفراغات ادنا هنا التكملة the more the more the more the characteristics in group 4 a شنو الاكثر شيء واضح بصفات group 4 a a clear tendency to transfer from the non ferrous to middle characteristics انه تنتقل من النون ferrous من اللافلزية الى صفات المتال الفلزية شوكت when we move from the top من الاعلى الى الاسفل طبعا to the bottom in this group also the elements of this group كذلك عناطر هذه المجموعة the melting and boiling point degrees تقل درجات الغليان والانصير مالتها degrees as we move from the top to bottom كلما نزلنا او تحركنا من التوب من الاعلى الى الاسفل هذا بالنسبة الى النقطة السادسة النقطة السابعة عندك النقطة السابعة والاخيرة طبعا silicon has two main forms silicon انتبه قبل شوية من قلنا القوارتز والفلينتز كان مالمن كان مات السيليكا تمام لا تخبط بين عتن السيليكا اللي هي si o 2 هسا عندك silicon just silicon has two main forms لديه شكلان رئيسيان the first form of silicon هو crystallized المتبلور اذا تذكر شنو كان لون المتبلور dark brown البني غامق color the second form شكل الثاني هو non crystallized الغير متبلور يع لون المتبلور الاثون الغير متبلور nano crystallized و it has dark gray color نون رصاص غامق اذا نوع السيليكون النوع الاول crystallized المتبلور ولون بني غامق والنوع الغير متبلور ولون رصاص غامق اذا بالنسبة الى question five sorry بالنسبة الى chapter five questions اذا انتهت اسئلة الفصل خامس وانتهى الفصل الخامس وانشاء الله نلتقي للمحاضرة القادمة